هو مع أو ضد القرار بتاع معتمة الجمال أنه يرحل مين أنا؟ يا سلام؟ لأ كان لازم فعل الزمانكستعين بجهاز فن أجنبي زي ما دكتور خليف قال نقطة مهمة جدا أنه فعل الأجهزة للفنية المصرية أو الأجهزة الموقعات عموما الشارع عسل بتاعها ما بيدومش كتير جدا دي حاجة الحاجة التانية لا 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 أنا قصدي معها ولا ضد أنه هو يستقيل من يعني ما بقاش من الثاني مع جوميز أعتقد كان قرار رصائب جدا من كابتن معتمد لأسف يعني الناس اللي زي كابتن معتمد في الآخر ممكن بيشتغل كويس في البداية مع الراجل ولكن مع الوقت أنت كمدرب بتحس أنت عندك أنت واخد اللاينسيز بتاعتك أو أنت كنت مدير فني بتاع الفريق في يوم من الأيام يعني خلاص مش قادر مش هيبة فيه كيميا بينك وبين الراجل ولو قلت أي رأي والراجل ما اقتنعش به هتحس يعني أحيانا يعني الإيجو بتاع المدربين المصرين عموما بيأخوتها بإيانا كان ينفع لهو جن البداية كمساعد من التجربة كمساعد لمدير الفني مطول كمدير فني يبقى صعب عليك تنزل في المكان يعني المكان اللي أنت حكمته مرة ما ينفعش تنزل فيه تبقى مساعد يعني أنا بقول أنه هو مثلا أنه هو كان أصلا لما تم تعاقد معاه على أساس أنه هو فترة مؤقتة فترة مرحلة بس هو طولت شوال في نقطة مؤقتة فضل في قصة أن الونجات اللي في مصر بيستلموا أو الونجات طول الزراقل اللي ما بيستلموا دايما نفتحين الملعب دا حيانا دا حيانا عندنا دي مشكلة التأسيس أصلا أن كل الولاد المواهب في الأندية المدربين مش بيحاول يفاهموا يعني إيه هاجم المساحة دايما نديله الكرة تحت رجله وهو هيتصرف دي مشكلة كبيرة جدا عشان كده حسين الشاحات من الونجات والأوليلة في مصر اللي بيروح يهاجم المساحة يهاجم المساحة يعني حسين الشاحات هو مغوب في الحتة دي الحقيقة فدي مشكلة التأسيس بشكل عام 90% من اللاعبة في مصر عندهم مشكلة دي ليه زيزو متميز عشان قلنا قبل كده يا جماعة أن يزيزو التأسيس بتاعه غير كل تأسيس نفس القص تأسيس أجنبي لأكاديمية شبه لأكاديميات اللي كانت موجودة اللي احنا تكلمنا عنه في البداية